هربا من نيران الطائرات الحربية الإسرائيلية تعيد الميليشيات الإيرانية تموضعها في عدة نقاط بمحافظة ديرزور السورية تحديدا على الضفة الغربية لنهر الفرات حسب معلومات أفاد بها المرصد السوري المعلومات أكدت نقل تلك الميليشيات مقرات لها محملة بالأسلحة والذخائر إلى مواقع جديدة في منطقتين البوكمال والميادين على الأطراف الغربية لنهر الفرات لتصبح بذلك محاذية ومواجهة لقواعد التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية شرق النهر ذاته ميليشيات إيران بعملية التوميه هذه قد تكون فرت ولو مؤقتا من نيران الطيران الإسرائيلي لكنها باتت في مرمى أهداف القوات الأميركية والكردية وقد يكون اختيارها مواقع محاذية لقواعد التحالف أمرا مقصودا ردا على الانتشار المتصاعد لقوات الأخيرة في الحسكة وشرق دير الزور لا سيما مع تحويل مطار التلكوتشر الزراعي إلى قاعدة عسكرية تحوي مركزا للقيادة ومهبطا للطائرات زحمة تحركات وإعادة تموضع يشهدها شمال وشرق سوريا في 2021 ترسم معها جغرافيا ملونة بزي قوات سوريا الديمقراطية والعالمين الأميركي والروسي ورموز ميليشيات إيران وقليل لا يكاد يرى من قوات نظام الأسد فاروج حسين العربية